نخص النقاش الضائر حول القمح والمساعدة وإلى غير ذلك لابد من خصنا نخص الوقت الكافي تكون عندنا المعطيات اللازمة باش نعرفوا شنية وشنية الصورة وشنو الواقع انتعان اولا احنا اليوم الدولة كيف كتعرفو كتدعم عبر صندوق المقصة مجموعة ميلان موات وباش نبقى في المجال للحبوب كتدعم واحد الحصيص انتعى الدقيق يسمى الدقيق المدعم اسميته بالفرنسية الفارين النسيونال دي بلاي تنتر اللي هو 6.25 مليون قنطار سنويين في سنة عادية الدولة تخصص مليار و 300 مليون تات درهم باش تعاون وباش تساعد هاد الحصيصة على الفارين باش يتبع في السوق بمئتين درهم القنطار هدا نقاش وهدا مسألة قارة واش هادك الفارين تستفدو منها غير دوي الدخل محدودة او لا لا دا نقاش اخر الان هدي السنة العادية هلا اخديتو حد السنة عادية بحال 2019 واخديتو قانون المالية غدي تلقاو دعم الموجه للافارين للافارين بطبيعة الحال لاستعمالات متاعها الأساسية هي الخبز والأمور الأخرى المشتقد فغدي تلقاو مليار و 300 مليون انطلاقا من سنة 2020 الأتمان في السوق العالمية بدأت كتر طفع نحن نعرفه افكتيب موغ وهذا الارتفاع ولكن نحن نعرفه لحيدا نتاعه بطريقة جيدة فكما قلت بانه في 2021 المعدل انتاع الحبوب في السوق العالمية كان هو ميتين وتسعين دولار للطن 2021 دجا هاد ميتين وتسعين دولار للطن كان فيها ارتفاع تقريبا بالتولد 34% بالضبط لواحد السنة عادية اللي هي 2020 في 2021 كان هاد الارتفاع ب34% في سنة 2022 زاد هاد الارتفاع ووصلنا ل 315 دولار للطن هذا الواقع اليوم هاد الارتفاعات بطبيعة الحال دب احنا عندنا عندنا واحد الثمن ماشي مقنن ولكن متعارف عليه من تاع الخبز بدرهم وعشرين ولكن نرى كل انواع الاخرى او لكل الامور الاخرى اللي كتستعمل الدقيق تمان تاعها ماشي مقنن بالتالي ولكن باش نضمنوا هاد الخبز ونضمنوا هاد القدرة الشرائية نتاع المواطنين حتى اللي كيستعملوا الدقيق في البيوت نتاعهم كين واحد التامان نتاع الفارينة متعارف عليه اللي هو ميتين وستين درهم للقلطار